يأتي نوران ونيرمين أخيرا إلى المنزل الذي يقيم فيه البدينون إنهم يشهدون شخصيا الحياة الصعبة التي يعيشها يائرز وإل إرمل نيرمين الذي يريد ثميهم عن فكرة العيش منفصلين يقوم بخطوة مفاجئة ومع ذلك فإن هذه الخطوة تفتح الفجوة بين الدهون ديسمبر وسبتمبر يغيز الذي يعيش مختبئا عن الجميع وإل إرمل لديهما زائر مفاجئ آخر إلى جانب والدتهما في الواقع هي على وشك الزواج من الفاتح لإنقاذ الشاعر أو زان الذي تم نقله إلى سجن آخر يخطط للهروب إنها مسألة فضول ما إذا كان أوزان سيكون قادرا على الهروب من سيارة النقل في السجن والوصول إلى حفل زفاف أسلم وفاتح يركب أوزان مركبة النقل لمحاولة الهروب بخطط محسن في الواقع يعامل والدته وجوليدي بشكل سيء للغاية وغريب بسبب الأدوية التي أعطاها له شول يأتي إلى رشده بهدية الشاعر ويدرك أنه بحاجة للهروب من هناك نورا ونرمين يعثران على سبتمبر ويا أشمس يقسم كوري على الانتقام في سبتمبر ويا أومس لا يستطيع الشاعر الهروب من السجن وقال أنه سوفنا شغل يتم اتخاذ قرار بالنقل إلى سجن آخر يقول محسن إنه سيساعده على الهروب في الواقع التسجيل الذي أخذته إركول مني عديم الفائدة حذفه برشن يستخدم التسجيل لمصلحته الخاصة سبتمبر يرى نعي والدها يدرك أنه ليس حقيقيا سوف يعود نيرمين بعد سبتمبر مع ابنها كوري يتعهد بالانتقام طارق يريد الهدية من يائر مار سبتمبر يرى يائر مز بيع الليمون يغضب لأنه يخفيه عن نفسه لن يرى أي منهما نعي يائر مار يرى يائر كار هدية في طريقه إلى تر إيرك يعيش في جوليدي ويعود إلى المنزل ويبقى هناك يعترف ملك أمام نيرمين بأنه يحب يا إرمز وأنه أعلن بنفسه لن يكون نيرمين سعيدا بهذا الموقف الشاعر يهرب من السجن في الواقع يتلقى تسجيلا يعترف فيه إيرمون بعلاقته مع جي أشخان أجبر على العيش في نفس المنزل مع فاتح ووالدته إيركول يبحث أسل إيركول عن طرق للوصول إلى أوزان من خلال التخلص من تهديدات إيركول هدية يريد أن يعرف لماذا ابنته مع الفاتح ولكن إيرمون لن يكون خاملا مرة أخرى أوزان الذي يريد معرفة سبب ابتعاد أسليم عن نفسه لديه خطة هروب جاهزة على الرغم من الصعوبات التي واجهوها يحاول سبتمبر ويا إيرمز الذين يحميان حبهما البقاء على قيد الحياة دون دعم أي شخص يضع أنجل الذي يلعب جميع أنواع الألعاب للحصول على يا إيرمز إعلانا في الصحيفة يفيد بأن يا إيرمار قد مات حتى يتمكن إيل إيرميل من العودة إلى منزل والده وقال أنه يرى إعلان سبتمبر والعودة إلى ديارهم عندما يعود يا إيرمز من إسكي إرمهير يجد إيل إيرميل في المنزل لكن سبتمبر ليس هو نفسه كما كان من قبل يعد مفاجأة لطيفة معتقدا أنه أساء إليها لكن سبتمبر تعيش أسوأ أيام حياتها بعدما فعلته بها كوري يجد عدنان المنزل الذي يختبئون فيه ويقدم عرضا لم يتوقعه أبدا عندما يأتي الشاعر إلى نفسه يرى الفاتح أمامه يهاجم الفاتح بتأثير كل الألم الذي عان منه لقد حان جوليدي لإنقاذ ابنها وقد أبلغ الفاتح الشرطة بالفعل سوف الشرطة الخاصة بك تحيط المنزل الشاعر لم يبقى له مكان يركض فيه الهدية هي بعد الدواء الذي استخدمه على أبنته في منزل إيرمول يذهب طارق وراءه لمواجهة سيبل بينما يقاتل سبتمبر من أجل حياتها يجب اتخاذ قرار صعب للغاية لإنقاذ حياتها الشاعر في الواقع في حالة خوف كبيرة أثناء انتظار إجابة إسليم على طاولة الزفاف سبتمبر ويا إيرمز يقيمون في منزل جبل أوزام لكنهم يغادرون هناك بسبب حدس الرهم الذي جاء لعائلة أوزام يلجأون إلى صديق قديم ليا إيرمز يدعى سينك لكن سينك يخون ويبلغ عدنان بموقع إيل أرمل ويا إيرمز يتعلم أن سبتمبر يا إيرمز غادر المنزل مفلسا هذا يقوي علاقتهم في الواقع الفاتح أدرك وينع عندما قال أنه ذاهب إلى الانتحار في الواقع لا يمكنه تحمل الضغط الذي وضعه إيرمول عليه من ناحية أخرى يواجه إيرمول والفاتح مشكلة لاستمتاع بكارثة جوليدي التي تمت مصادرة كل شيء بحبس الرهن بينما تبحث جوليدي وطارق عن الشخص الذي فعل ذلك بهما يشعر سيبل فقط بأثر الفاتح في الأمر ممتاز يحزم حقيبته ويهرب يخبر برشين أوزان أن فاتح وأسليم معا الشاعر الذي لا يستطيع تحمل هذه الكلمات يعاني من انهيار عصبي ثم يرى الصور التي أرسلها برشين يلجأ ملك إلى كل الوسائل لمنع إيل إيرمل ويا إيرمز من الهروب يبلغ عدنان ونرمين يجيز يجب أن يترك كل شيء لديه لمغادرة المنزل على الرغم من هذا وقال أنه لا يستسلم وقال أنه يهرب مفلسا مع سبتمبر شول قريب جدا من أنتقامه النهائي إنه متحمس يخطط سبتمبر ويا إيرمز الذين اجتمع أخيرا بعد انفصال طويل للهروب دون إخبار أي شخص ديسمبر من ناحية تريد سبتمبر المتحمسة لمقابلة أحبائها الحصول على دعم عائلتها من ناحية أخرى والملاك يتبع يا إيرمز خطوة بخطوة أوزان الذي ينتظر في ديسمبر بين الجدران الأربعة للسجن مع الأمل يجد شخصا آخر أمامه في الواقع كان عليه أن يلتقي فاتح بسبب إكراه إيرمول في الواقع الذي يريد أن يذهب إلى أوزان في أقرب وقت ممكن وقال أنه سوف تكون قادرة على اللحاق حبيبته أثناء القتال من أجل حياته يجب اتخاذ قرار صعب للغاية لإنقاذ حياته الشاعر في الواقع في حالة خوف كبيرة أثناء انتظار إجابة أسليم على طاولة الزفاف في حين أن الشاعر في عجلة من المفاجأة التي أعدها لأسليم فإن أسليم في معضلة كبيرة يحلم ستنبر أنهم سوف يجتمعون أخيرا مع ياؤمز ويستعدون لإخباره بكل شيء يجب أن يتطلع يغيز إلى أجتماعهما أيضا لقد أحبكتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات